السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هس نتحدث عن كلية الشرطة طبعا كلية الشرطة كلش حلوة يعني بيها تسهيلات هو أهم شي هو التسهيلات الراتب للطالب خلال سنوات الدراسة مليون للربع وبعد ما يتخرج هو يضمى راتب وتعيينه مركزي مليون ونص هاي شنه كلية الشرطة نجحنا هنا شن الشرط التقدم عليها كلية الشرطة أول شي يكون هو من أب ومعراقية يعني ماكو بالجنسية أمك سورية أمك سعودية أي دولة أو أبوك نفسي شي يعني إيران ماكو لازم أب وأم عراقي هاي أول شرط كلش مهم ثانيا يكون عمر من 17 إلى 22 سنة يعني لا يقل عمرك عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة ما عدا المنتسبين أو هو يعني إلى علاقة بالشرطة أو ما شبه ذلك يحق لهم الحد عمر 25 يقدمون على كلية الشرطة هاي أول بنت اثنيا هما شوية قبولهم محدود يعني فقط للذكور ويكون أعداد المقبولة 300 طالب ومعدل المقدم نازم ما يقل عن 75% وطبعا يكون خريج سادس إعدادي أو صناعة أو اتجار مهم حاصر على شهادة اسمها السادس طبعا أكو استثناء من شرط المعدل يعني يقبلون تقيبا الحد السبعين إذا تشلت ابن شهيس أو ابن سجين سياسي أو من الأقليات أو يعني ابن ضابط أو متسب هاي الحالة لا إنت تقدر تجيب وثيقة يستثنوك ويحب المعدل قبولك توصل حل السبعين نجي هنا شون أنت راح تقدم التقديم طبعا يبدو بشهر التاسع راح تنسل استمرارة الكترونية عادية مثل أي شيء تتقدم عليها وتمليها ويطوك رقم سري لازم تحتفظ بها على موضة تراجعهم بعديا ما راح تقدم الشخص المنتصف في صورة خاصة مثلا يقل لك أن الطولة 168 على الصدر 80 سنتيمتر طبعا أنا ممكن لش ملتزمين بها سترك يعني إلا ذني ذني يعني بيها ذني شوية تقدر تتملص بعدين تكون أكو اختبار اختبار إذا تجاوزته تدخل الكلية هي اختبار عادية مثل أي اختبار أي محد أو كلية موضيش الصعوبة بعد ما تخلص كل هاي الأختبارات ومشيت بها يقل لك لازم أكو عندك كفيل الكفيل لا ما تجيبه خلال 15 يوم راح يلغي قبولك إلا إذا تقدم عدو خاص أكو مستمسكات خاصة القبول راح أحطها بنهاية الفيديو بشكل صوعة تقدرون تاخدونا ولي يحب يقدم على كليات الشعطة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر